يعني الكلفة في مشروع قناة السويس الجديدة أنها تنجز في سنة الكلفة الزائدة في هذه الحالة ده كانت ليس فقط لجدوى المشروع ولكن لرفع الروح المعنوية نقول للشعب المصري لدعم إصراره وعزمته ولا لمزيد من الثقة في القيادة لا هو أصل اللي عمل المشروع مش أنا اللي عمل المشروع المصري هو الناس اللي كانت شغالة في القناة ليل ونهار ده كانت المصري كلهم مصريين بالمناسبة اللي شغال النهاردة في كل مشاريع مصر مين أنا لا الناس الشعب المصري هو القاعد وفي ناس كتير أنتم مش شايفينهم محتاجين تشوفهم وتقعدوا معهم هم ناس بساطة لكن الناس اللي بتشتغل الليل ونهار عشان تنجز في المهمة اللي هي مكلفة بها كنا مع حضرتك في جبل الجلالة من فترة من حوالي سنة وكان المقاولين وهم بيكلموا بيرصفوا مسافة ممكن بعد كده هنقطعها بالعربية في نص ساعة ولا حاجة ولكن شكل الموضوع من جبل عالي جدا إلى ودي سحيق جدا بيشتغل فيه الناس وهم فخورين بشغلهم ومعتقد كانوا 30 شركة معولات بتشتغل في هذه المساحة حضرتك لما بتبص عليهم وتقولت بذول نمازج مقارنة بنمازج أخرى عايزة تحزو حزواء نفسهم إنهم يبقوا شاينين مصريين بتوعشقة حضرتك صحيح نفسهم هم كمان يبقوا شاينين فإزاي ننقل من هذا النموذج لذلك النموذج طيب أنا خلينا أقولك تفتكر يا ترى حجم الشركات اللي عاملة في مشاريع على امتداد مصر قد إيه وحجم العمالة المصرية أنا بقول المصرية مش حد تاني تفتكر يكونوا قد إيه أنا بتكلم المشاريع اللي الدولة قائمة بيها أو بتقوم بيها مش بتكلم على مشاريع الخطاع الخاص أو المستثمرين بيقوموا بيه أنا بقولك وده رقم مش مبالغ فيه أنا بتكلم فاكتر من ألف شركة بتكلم فاكتر من 20 مليون إنسان بيشتغلوا الكلام ده بقاله تقريبا سنتين وحيستمر السنتين الجايين ويمكن يزيد كمان طيب الناس بتسأل بتقول إن حداك دايما في المشروعات الكبرى القهمية الكبرى بتعهد للقوات المسلحة بالتنفيذ بس حداك دلوقتي بتقول لي إن ألف شركة هي اللي بتعملوا 2 مليون مواطن مصري بيعملوا بيعملوا فيها ولكن القوات المسلحة هي اللي بتقوم بنا؟ لا لا أولي القوات المسلحة المعنية بالموضوع ده هي كيان من كيانات القوات المسلحة هالأنسية القوات المسلحة يعني تكون من حاجات كتير قوي هالأنسية بتقوم بدور إشرافي دور تنظيمي دور رقابي شئت إنك تسميها كده لكن ما يمفعش ما يمكنش إن ممكن كل المشاريع دي قوات المسلحة بيها ما يمفعش صحيح يعني والكلام ده موجود النهاردة روحوا وشوفوا الشركات اللي شغالة في كل حتة عبارة عن مواطنين مصريين بشركات محاولات مصرية أو شركات أخرى لكن مش الجيش لكن الجيش يشرف ويدير ويراقب ويتابع عشان يبقى فيه جهة على امتداد مصر من الطمينين إنه هي المدة اللي بنقول عليها بالتكلفة اللي احنا نقول عليها بالمواصفات نحن نتكلم عليها دون جزء مهم